رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي هي بتقوم بدور الجسر والنور والبركة اللي بتتخنى على مجالس العلم وتخلينا دايما في وسط بحضرة مولانا سبحانه وتعالى وتخلينا في مجالس العلم والنهاردة مازلنا في رحلتنا مع كتاب الله واحنا بنتكلم في تاني لابنا بتبنينا لان احنا شعرنا ان القرآن يبنينا وكنا مع الآية العجيبة اللي مليانة نور واللي بتجمعنا كلنا تخيل آية تجمعنا جميعا وربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا ويقولنا ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون كلنا مجموعين في ساحة العبيد كلنا مجموعين في ساحة العبيد وعشان كده لازم طول الوقت احنا بنتكلم مع الناس واحنا بنتعامل معهم لازم نكون في عنينا وفي قلبنا دايما هذه الآية فاتخلينا واحنا بنتعامل مع الناس نتعامل مع الناس بماذا؟ نتعامل مع الناس بألفاظ جميلة ونتعامل معهم بأرقم يكون ونمتن لهم على وجودهم في حياتنا والأدوار اللي بيقوموا بها في حياتنا وكمان نراجع نفسنا قبل ما نتكلم لو فيه اي لفظة فيها اي انتقاس او تمييز او سوء نحزفها ونشيلها عملا بسنة رسول الله صلى الله رسول الله قال للراجل وهو بيكلمه لما فزع قال له هون عليك يا أخي يا أخي يا أخي أنا وانت حاجة واحد ما أنا إلا عبد أكله كما يأكل العبد وأجلسه كما يجلس العبد شوف تطيب خاطر الراجل وشوف حضرة النبي وهو بيحطه وهو مؤني حضرة النبي وهو اللي قال لنا لست كهيئتكم ولكن شوف حضرة النبي بيعلمنا السواسية ازاي ثالث حاجة أن احنا لازم نستغفر للناس ودايما نستغفر إذا جلنا وإذا تلفظنا بلفظ مش مناسب ونعتزل للناس لو أن احنا تلفظنا بلفظ في أي نوع من أنواع الانتقاس وندع للناس بظاهر الغيب ويا سلام لو أن احنا وإحنا بنتعامل مع الناس لقبنا الناس بألقاب مناسبة وجميلة تخليهم يشعروا أن احنا دايما بنظر لهم على أنهم قيم في حياتنا يا رب يجعلنا دايما من أهل السواسية عشان السواسية دي السواسية دي سعة والسواسية دي جذابة عايز تبقى جذابة خليك من أهل السواسية أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضراتك طيب وحضراتك طيب لو سمحت عندي سؤال هل الصلاة بالبنطلون حرام السؤال دوة الصلاة بالبنطلون احنا عندنا طيب نكمل الأسئلة وسؤال كمان لو أنا في مجال شغلي في ناس بتعرض بتعرض أنها تديني فلوس وأنا برفض بس بعض الأوقات في ناس بتتداي وتقول دي طالعة مننا بنفس راضية أنت ما طلبتش ويحلفوا أني أخد فهل الفلوس دي كده حرام أول سؤال السؤال الأولاني بيسأل على الصلاة في البنطلون حرام احنا عندنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة يعني إيه ستر العورة ستر العورة أن أنت تكون مغطي عن الرجل يكون بيغطي ما بين السرة والركب وعند المرأة تغطي جميع بدنها إلا لواجه والكفين طيب لو حد يلابس لبس بتسأله عن البنطلون 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 نفسه مش هو الحرام والحلال إيه وصف البنطلون دوت يعني لبس المرأة اللي هي تخرج بيه وتكون في وسط الناس لازم لا يسف ولا يشف أما وهي لبس البنطلون لوحدها وفي بيتها آه يجوز أن تصلي بيه صلاة عاد تكون صحيحة صلاة عاد تكون صحيحة لأنه ماله ساتر للعورة والرجل إذا صلى في البنطلون برضو برضو صلاة عاد تكون صحيحة لأنه ساتر للعورة يبقى إيه اللي حاصل بدل هو في نفسه كده في مكانه بيصلي بشيء يستعودته يبقى صلاةه صحيحة وليس فيه إيه وليس فيه حرام ولا تبطل صلاةه السؤال الثاني بقى يقول إنه هو في الشغل أنه ساعة الناس بتحب إيه بتحب تهديه بحاجات ويحب تديله حاجات اللي أصلا مسألة الرشوة هي مسألة إن المال الذي يؤخذ لكي يأخذ الناس شيئا ليس من حقهم لكن أولا في الحقيقة أنا لو بتسألني أنا يعني ألجو لك وأفضل لك ألا تأخذ أي شيء في العمل ده ليه طيب لأن في الحقيقة ده الأنزه ليك والأفضل ليك لأن الرشوة هو إن أنت تأخذ الفلوس في مقابلة إن أنت تؤدي الخدمات للناس لكن جملة حديث رسول الله من أما جاء سأل الصحابي فقال هذا مالكم وهذا أهدي لي فرسول الله قال له هلأ جلست في بيت أبيك وبيت أمك فأهدي لك فكأن حضرت النبي عايز الناس تبقى فيه حالة نزاه وما يبقاش فيه فساد وعشان ما يتفتحش عليك باب الكلام دوت وقلبك يدخل فيه الأمر دوت والناس ممكن تستغلي ده بشكل أو بآخر ومش كل الناس ممكن تكون هي وتديلك هي صدقة في الكلام اللي هي بتعمله ده إن هي بتشكرك على إنك أنت أديت العمل وممكن بعد كده الناس بقى عندهم طريقة للفساد وهي إن هي تعطي بعد العمل ما تعطيش قبل العمل وممكن نفسك تتربع على إنك أنت تشوف لده طب إيه الأنزه لك بدل أنت يا سيدي الأفضل لك لا تأخذ شيء طيب إنت بقى بتسألني سؤالا مجردا كده لو واحد أعطاني شيء بعيدا عن العمل خالص بعيدا عن العمل ليه طيب عايز يشكرني فشكر لي عمل اللي أنا عملته هل ده يدخل في مفهوم الرشوة الحقيقة لا ده ما يدخلش في مفهوم الرشوة مفهوم الرشوة دي إن الواحد يأخذ المال لقي يقضي المصلحة لكن واحد حبني واحد لقى أنا مخلص فحبني فداني هدية فداني هدية بعيدا عن العمل ده وهم حتى بيقولك إنت بطلبتش هم عايزين يشكروني لإننا إنسان حريص على العمل ده أنا زي ما قلتلك أنا أفضل إن أنت ما تاخدش ده التفضيل لكن لو حصل إن أنت أخذت لا أستطيع إن أنا أقول لك إسم لإن رسول اللي أسلم قال تهد وتحبه وما زلنا في عمومي هذه الآية طب بس أنت قدمت له مصلحة آه بس أنت أخذت هذه الهدية بعد انقضاء المصلحة وانتهاء المصلحة وخلاص يبقى أنت تخلي بالك لو أي في نوع من أنواع الشبهة إن هو ممكن إديك الهدية ويكون له مصلحة أخرى بعد ذلك فلا وأنا أستمر أقول لك إن الأنزه ليك والأفضل ليك إن أنت ما تاخدش لكن إحنا بما إن إحنا بنبين الحكم الشرعي وبناني الحلال والحرام لازم نبين المسائل بشكلها الكامل السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن يا شيخ تقول لي أعمل إيه أنا متجوزة بقى لي ست شهور وربنا كرمني وحامل وزوجي مش بيقول لي كلام حلو وأنا أعدى مع أهله في البيت ولو أنا ما سألتش عليه مش بيسأل أعمل معاه إيه وقلت له كذا مرة طبعا في بداية الستة شهر دي بيحصل شوية حاجات أنا أقولك شوية حاجات عشان أفاهمك وبعد كده أقولك الحل إيه عشان أفاهمك الحالة دي بعض الأزواج بعض ما بيتجوزوا وبعد ما بيعملوا الكلام ده بيحصل لهم حالة من حالات إيه حالة من حالات الإحساس بإنه وصل للي هو عايزه إنه هو الحمد لله تممنا الجواز بقى أرتاح فبيرتاح من كل حاجة بما فيها بيرتاح إنه هو يحس إنه زوج لأنه عشان هو زوج لازم يقول كلام حلو أم العنطبق قوله تعالى وقوله للناس حسنة إزاي ده من أصولي الزوجية إن الواحد يقول كلام حلو وحاضة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقم ترفع إلى في زوجتك صدقة يعني المعاملة الحلوة الرقيقة مهمة جدا وحاضة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة يبقى الكلمة الطيبة للزوجة صدقة يبقى أنت لازم تعرف إن الكلام الحلو ده جزء من مفهوم الحياة الزوجية يعني أنا عايز أقول بس الأزواج إن أنت كلام الحلو ده مش فضل كلام الحلو ده أساس في الجواز أساس في الجواز ليه؟ لأنه نوع من أنواع التعبير عن نعمة ربنا أنا عايز أقول لكم حاجة الكلام الحلو في الجواز شكر نعمة ربنا وإذا اكتلاقي الناس المتعودين إن هم يقولوا كلام حلو للزوجين سواء الزوجة أو الزوجة بعد شوية من الكلام يقولوا الحمد لله على أنت نعم من ربنا الحمد لله على أن ربنا رزقني بيك الحمد لله أن ربنا رزقني بيك ليه؟ لأن دوة الكلام الحلو مفتاح لشكر نعمة ربنا مفتاح لرؤية نعمة ربنا عليكم في الزوج طيب عايز أقول إيه بقى أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي بقى إن الزوج حضرتك ليه ممتنع إنه هو يقول لحضرتك ستة أشهر كلام حلو عشان هو حاسس إنه هو اتحط في دور إيه بقى اتحط في دور إنه هو الزوج اللي هو هيبقى أبو الأولاد أنت خرجين من الدور دوتو خاصة كمان إنه هو كمان أنتوا متجاوزين في بيت عيلة فممكن كمان الحرج هو كمان زي ما أنت ممكن تكون عندك حرج لأنك أنت قاعدة في بيت عيلة هو كمان ممكن يكون عنده حرج إنه هو حد يكلمه عن العلاقة الخاصة أو حد يكلمه عن أنت بتكلم مراتك برق أزاي وانت بتكلم كل الكلام ده فلازم أنت تبتدي أنت بالكلام الحلو ليه كده يا مولانا أنت تيجي علي ليه لا والله أنا أبقى أكلمك بصدق أنت لسه في بداية الجواز وفي بداية الجواز بتبقى البنت حاسة أن هي ده كان بيحفة ورايا يقول لي كلام حلو صبح وليل وقال لي خليه متنع قديني وصفتلك هو ليه متنع وامتنع عشان هو حاسس أن فيه أعباء عليه لسه بيتعود على أنه بقى زوج لسه بيتعود على أنه بقى مسؤول ورب الأسرة دي فهو بيتعود على ده ممكن ينسى فكلامك الحلو معي نشط له فكرة أنه أنتو لسه أزواج وأنه أنتو ممكن الكلام الحلو يفتح لكم باب السعادة مع بعض وزي ما بقوله هو ولو هو سمعني إيه اللي حصل وقوله للناس حسنة وأول حد ممكن تقوله الكلام الحسنة يا زوجتك أنا بقولك كمان أنه أنت كلامك الحسن ليه وكلامك الطيب ليه مش بس تقوليه أنت ليه ما بتقوليهش كلام حلو ما أنت ممكن يقولك ما أنت كمان ما بتقوليه ليش كلام حلو يبقى نفتح باب الكلام الحسن عشان الزوج يبتدي يتحرك ليه بقى؟ لأن ربنا أكرم من أنك أنت تعملي شيء جميل وربنا ما يكفيش عليه هالجزاء والإحسان إلا الإحسان ادفع بالتي أحسن فإيه دا الذي بينك وده مش بينك وبينه عدوة يبقى خلاص هو دا أفضل طريقة ممكن تفتح بيها قلبي جوزك عشان توصلي لهذا الأمر السؤال اللي بعد كده بيقولي السلام عليكم هو لو أنا لو نمت يوم كله في رمضان ينفع صيامي ولا لا؟ طبعا السؤال دا ما ينفعش عشان حد يسأله عشان يروح يعمله لكن ينفع أن واحد يسألني أنا نمت اليوم كله صيامي يعيبقى صحيح ولا لا؟ أقول له صيامك صحيح وينفع أن واحد يجي يقولي والله أنا تعبت ومردت فنمت اليوم كله لأن أنا تعبان أو واحد يقولي والله أنا عصوم بس أضطر أن نمي اليوم كله عشان أهم حاجة بس أن أنت تصلي الصلاة على وقتها أصلا أنت لما تنام اليوم كله خلي بالك أن فيه صلوات فتصلي الصلوات على وقتها تصلي الفجر وتصلي الدهر وتصلي العصر يبقى إذا أنت صليت الصلاة على وقتها ونمت اليوم كله من التعب أو شيء من هذا قبيل صيامك صحيح يبقى دعم بالضبط كده فاكرين لما يجو في عرفة ويقوف في عرفة لازم يبقى واقف لا أن أنت تبقى حاضر طيب والصيام هو معنى أن أنت تمتنى سواء كنت صحي أو كنت نايم فلذلك صيامك يعني يكون صحيح بس إحنا فيه طاعات كتير عدفوتك كده وانت نايم يبقى عشان كده قلتلك لو حصل أن أنت بتسألني أنا لو نمت وصيامك عايبقى صحيح هقول لك صيامك عايبقى صحيح طيب لو ما صليتش صيامك برضو عايبقى صحيح صيامك عايبقى صحيح بس ليه تسأل السؤال بالطريقة دي فأنت دلوقتي ببساطة خالص إذا أنت كنت نمت ونومك اجتمل على كل اليوم صيامك صحيح لأن المقصود إيه تعريف الصيام الصيام هو الإمساك إمساك عن شواتي البطن والفرج لو أمسكت من طروع الفجر إلى غروب الشمس خلاص صحي بقى نايم صيامك صحيح طيب أنا أقول كده ليه بقول كده عشان كتير من الناس بيعملوا حاجات في الناس مش مناسبة ييجي لحد مثلا صاموا ما صلاش يقولوا صيامك مصصحيح طيب بتعمل كده ليه هذه عبادة مستقلة هل إحنا كده بنقول للناس ما تصلوش عشان بس الناس اللي بيئزوا الناس وبيوسوسوا الناس وبيبسدوا على الناس عبادته يا أخي يسيبوا يصوم وإن شاء الله ربنا يفتح قلبه للصلاة فدي عبادة عبادة مستقلة فسيبوا يعبد الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة المستقلة وما تمنعوش الناس من أنه يقتربوا من الله سبحانه وتعالى وما تكونوش انتوا حجابه وتقطعوا الطريق على الله سبحانه وتعالى ولذلك آه صيامك عبادة صحيح وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب بس يا سيدي أو احنا بنعمل العبادة عشان تبقى العبادة بدون سواب أو بنعمل العبادة بس عشان تبرأ زمتنا احنا بنعمل العبادة عشان ديها نفحات من الله سبحانه وتعالى تطيب قلوبنا وتعلمنا وتزكينا وتغير قلوبنا وتخلينا نتولد من جديد حد يفرط في أنوار الصيام ولا بركات الصيام يبقى إذا انت اضطرت ان انت تنام اليوم كله صيامك صحيح وما نصحكش ان انت تنام اليوم كله عشان انت وراك أعمال وطاعات كتيرة والطاعات بتتضاعف كمان وانت في الصيام يا ساد احنا النهاردة تكلمنا عن معنى مهم جدا 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 في بناء العلاقات معنى بدون العلاقات مش ممكن تتمسك ولا ممكن تستمر حتى بعض الأحيان بيبقى على طرف اللسان الشخص اللي معك في علاقة سواء جنزوجة او صديق او صاحب او زميل او اي علاقة او ابن او بنت او ام او اب كلهم يعني طرف اللسانهم يقولوا يقولوا لما يجوز عليه خلينا خلينا في حالة سواسية في العلاقة يعني خلينا نحس ان العلاقة احنا الاثنين محتاجين لها احنا الاثنين حارسين عليها احنا الاثنين بنسعى اللي هي تفضل موجودة ده هو اللي بيخلي العلاقة تبقى اكثر تمسكا بيخلي العلاقة علاقة صحية وعشان كده الله سبحانه وتعالى لما قال لنا ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون كان يريد مننا ان نعيش في حالة سواسية وفي حالة جمال فكل واحد فينا يرى الاخر بابا من ابواب المرآة التي يرى فيها الجمال فيرى الجمال في وجه اخي ويرى الجمال في صحبة اخي كل ما تعيش بالسواسية كل ما تحس ان انت انسان كل ما تعيش بالسواسية كل ما تحصن علاقاتك من ايه تحصن علاقاتك من السموم ما لقيتش حاجة ممكن تقضي على العلاقات المسمومة أدي السواسية في العلاقات خليكم من أهل الاتزان وخلي علاقاتكم تتبني على السواسية لأن السواسية تخليك ترى أجمل ما في الحياة عندما ترى العلاقات واسعة مفتوحة على حضرة المولى سبحانه وتعالى وأن الناس جميعا عباد لله ولذلك علاقاتهم لابد أن تبنى على أنهم جميعا سواء أمام الله يا رب الهمنا أن نكون دايما نرى الحياة ونرى الأدقات بصفة خاصة بنور جمال عبوديتك يا رب العالمين فنرى أنفسنا أننا قد تشرفنا بالعبودية فلا نحتاج إلى مزيد تمييز في علاقة بأحد لأننا والحمد لله عبيد للأحد يا رب العالمين اقبلنا دائما في عبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين